السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذ بعث الله عز وجل وأرسل إليه المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام فينزل عند المنارة البيضاء وهي ذن البيضاء الكائنة شرق دمشق وهي المدينة المشهورة بالشام وهو معسكر المسلمين الذات وينزل عيسى عليه السلام لابسا مهرودتين يعني ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران وهذا كناية عن جمال ملبسه عليه السلام وضعا كفيه على أجنحة ملكين حيث تنزله الملائكة من السماء إلى الأرض إذا تأضع رأسه قطر أي إذا خفض عيسى عليه السلام رأسه تنزل منه قطرات الماء سريعا وإذا رفعه تحذر منه جمان كاللؤلؤ والمراد يتحذر منه الماء أو العرق على هيئة اللؤلؤ في الصفاء والحسن وهذا كناية عن جمال عيسى عليه السلام وحسن خلقته مع جمال ملبسه ورد في الأحاديث النبوية أن نزول عيسى بن مريم سيكون من أسباب ظهور الإسلام حيث ينزل عيسى بن مريم بعدما اختلف الناس فيه وتحذبوا لأجله على أحزاب وطوائف ليدل هؤلاء المختلفين على حقيقة أمره ويفصل بينهم فيما اختلفوا فيه من شأنه فينصر المسلمين ويقاتل اليهود ويقتل زعيمهم المسيح الدجال ويلزم النصارى بالإسلام ولا يقبل منهم جزية ويبطل مقالتهم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يمشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيد المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة وقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وفي هذا بيان لإبطال ما سوى الإسلام من الأديان وعدم إقرار أهلها عليها لا بجزية ولا غيره وإظهار أحكام الإسلام وشريعته التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الحج على أهل الكتاب في بطلان ما هم عليه ورد في الأحاديث النبوية أن عيسى بن مريم سيقتل المسيح الدجال فمن حديث أبي أمام الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا انصرفه قال عيسى افتحوا الباب فيفتحون ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساجن فإذا نظر إليه الدجال ذهب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبدالله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقصطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاء ولا بعير وترفع الشحناء والتباغط وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في في الحية فلا تضره وتضر الوليد الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا وكذا من المال ويكون الفرس بالدريهمات ثم يأتي إلى عيسى ابن مريم عليهما السلام قوم قد عصمهم الله وحفظهم من شر الدجال وفتنته فيمسح عيسى عليه السلام عن وجوههم ما أصابها من غبار سفر الغزو مبالغة في إكرامهم واللطف بهم وقيل معناه يكشف ما نزل بهم من الخوف والمشقات والحزن بما يسرهم من خبره بقتل الدجال ويرحمهم ويواسيهم ويتلطف بهم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي من مكان محبسهم لا يدان أي لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم والمراد بمن أخرجهم الله يأجوج ومأجوج وكان قد حبسهم الله عز وجل بسد قد أقامه عليهم ذو القرنين فحرز عبادي أي ضمهم واجمعهم إلى الطور وهو جبل في سيناء بمصر فأمره سبحانه أن يرتحل ويختبئ بهم إلى هذا الجبل إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة